بساحة الموحدين في قلب ورزازات نصبت خيام المشاركين في الملتقى الأول للصناعة التقليدية محمد صانع تقليدي اتخذ صياغة الفضة حرفة له أول معرض بالنسبة للمدينة ورزازات اللي فيها أطبالك الله أعطال الله الحرفيين عندهم ميتكال وتنشكرهم على هذه البديرة لأننا تحولنا هذه الفرصة لكي نبينوا على القدرات الصناعة التقليدية في ورزازات استفدنا بزاف هذا المعرض استفدنا بأننا كنا نتجلنا نتباه وكاننا تعارف بالجمعيات استفدنا بزاف مع الناس وكاننا الحمد لله حوالي ثلاثين جمعية وتعاونية تنشط في مجال الصناعة التقليدية شاركت في هذا المعرض بنية إبراز منتوجاتها المحلية والسعي بها نحو استثمار أفضل يتخلل هذا الملتقى كذلك ورشات تكوينها ونذوات كتصب كلها في صاميم الصناعة التقليدية لأنه هضب هذا الصناعة في هذا البلد في ورزازات خصوصا في ورزازات والأقالم المجاورة لها تسويق في هذه المعارض في هذه المهرجانات التي تكون موازة معها تتعطي واحد دفعة في التسويق والصناعة التقليدية باش يتفتح لهم واحد الصوق باش يبرهموا على الكفاءات وعلى القدرات تيلهم أكثر من أسبوع مدة المعرض فرصة للترويج للمنتوج المحلي للصناعة التقليدية في شتى أنواعها ومناسبة للزوار للتعرف على تراث جهة درع